مرحباً وأهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم صحيح عيدكم إن شاء الله تكونوا عيدتوا بخير وعلى خير وإن شاء الله تكونوا كامل بخير في الفيديو التانيو محن نحط لكم بعض إطلالات المشاهير الجزائرية في هذا العيد المبارك هذه كانت إطلالة المبتلة ليليان أبركون بطلة مسلسلة بنت البلاد في العيد حيث قامت بنتشر صور على حسابها الخاصة عن أنستغام وتمنت لمتابعها عيد فطر مبارك وهذه كانت إطلالة الممتلة شيما عطلة بطلة مسلسل انتقام الزمن ومسلسل بنت البلاد في العيد حيث قامت بنشر صور على حسابها الخاصة عن أنستغام وتمنت لمحبيها عيد فطر مبارك هي الأخرى وأيضاً الممتلة أنيسا علي باي بطلة مسلسل 11-11 كانت هذه إطلالتها في العيد حيث قامت بنشر صور على حسابها الخاصة على الانستغرام وهي الأخرى تمنت تعيد فتر مبارك لمتابعها وكانت هذه إطلالة الممتلان سليم برزوق بطلة مسلسل بنت البلاد رفقة أختها في العيد حيث قامت هي الأخرى بنشر صور وثمنت تعيد سعيد لمتابعها على الانستغرام وأيضا صانعة المحتوى لوفلي ميلي شاركت صورها رفقة ابنها آديمو وهذه كانت إطلالتها في العيد عبر حسابها الخاصة على الانستغرام وتمنت تعيد سعيد لمتابعها وأيضا الممتلة والمغنية والفنانة نوميديا للزور بطلة مسلسل معلولية كانت هذه إطلالتها في العيد حيث تمنت لمتابعها عيد فتر سعيد ومبارك وهذه كانت إطلالة الممتلة ليليا بويحياوي في العيد بنشر صور خاصة على حسابها على الانستغرام وتمنت لمتابعها ومحبها عيد مبارك سعيد ونختم إطلالتها بإطلالة المنشطة وصانعة المحتوى سارة الرجيل بصور خاصة على حسابها الانستغرام رفقة زوجها وابنتها في العيد وتمنت لمتابعها عيد سعيد أتمنى أن الفيديو نرى إعجابكم ما بقى لغير نقول لكم أتهلو في روحتيكم نتلاقى فيديو جديدة معلومة جديدة ما تنسى واشتابعني ولعشان وتخلوا لجرائكم في كومتاق بقى لها خير وصحايتكم